اشتركوا في القناة في صورة آل عمران الصورة الثالثة الآية الخمسين يقول بأنه يجب علينا اتباع أوامر المسيح عليه السلام وتوجد العديد من الآيات التي تقول بأنه يجب علينا الإيمان بعيسى أختي دعيني أوضح لك بأن الإسلام هو المعتقد غير المسيحي الوحيد الذي يجعل الإيمان بالمسيح عليه السلام أحد أركانه فالمسلم ليس مسلما إن لم يكن يؤمن بالمسيح عليه السلام نؤمن بأنه كان أحد أولي العزم من الرسل نؤمن بأنه المسيح نؤمن بأن ولادته كانت معجزة دون أي تدخل ذكوري وهذا لا يؤمن به العديد من المسيحيين المعاصرين حاليا نؤمن بأنه كان يحيي الموتى بإذن الله نؤمن بأنه كان يبرئ الأكمأ والأبرف بإذن الله المسلمون والمسيحيون أختي يسيرون مع بعضهم إلى هنا ولكن قد يسأل أحدهم أين مفترك الطرق مفترك الطرق أختي هو أن العديد من المسيحيين يقولون بأن المسيح عيسى عليه السلام ادعى الألوهية ادعى بأنه الله تعالى إذا قرأت الكتاب المقدس أختي فإنه لا توجد أي عبارة صريحة في الكتاب المقدس كله حيث يقول عيسى عليه السلام بنفسه أنا إله أو اعبدوني إذا تمكن أي مسيحي من إجادي أي عبارة صريحة وواضحة في الكتاب المقدس يقول فيها عيسى عليه السلام أنا إله أو اعبدوني فأنا مستعد لأن أقبل المسيحية اليوم وأنا لا أتحدث نيابة عن إخوة المسلمين في الواقع إذا قرأت الكتاب المقدس فإنها مذكورة في إنجيل يوحنى الإصحاح الرابع عشر عيسى عليه السلام قال أبي أعظم مني وإنجيل يوحنى الآية تسعة وعشرين أبي أعظم من الكل وإنجيل متى الإصحاح إثني عشر الآية ثمانية وعشرين أنا بروح الله أخرج الشياطين وإنجيل لوقة الإصحاح إحدى عشر الآية عشرين كنت بإصبع الله أخرج الشياطين وإنجيل يوحنى الإصحاح خمسة الآية ثلاثين أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لم أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب بل مشيئة الأب الذي أرسلني أي شخص يقول أنا لا أتبع مشيئتي بل مشيئة الله فهو مسلم عيسى عليه السلام كان مسلما لم يدعي أبدا الألوهية وهذا مذكور بوضوح في صفر الأعمال الإصحاح الثاني العدد اثنين وعشرين أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل كتبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم لذا فإننا نؤمن بأن عيسى عليه السلام كان أحد أولي العزم من الرسل ولكنه لم يكن إله وهذا هو اختلافنا وبخصوص تعاليمه سؤالك كان بأن القرآن يخبرنا بأنه علينا اتباع تعاليم المسيح عليه السلام وعندما جاء عيسى عليه السلام إلى هذا العالم كان قد أرسل لليهود فقط فقط لبني إسرائيل يقول القرآن وبوضوح في صورة الصف الصورة الواحدة وستين الآية السادثة وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحد